اهلا بكم ابناء الاعزاء الطلبة وطالبات الصف الثالث الفندقي معنا النهاردة مادة الامن المهني وهنتكلم عن منظومة الامن هي مادة ضريفة جدا وسهلة بس لازم ان احنا نلتزم ان احنا نذكرها باهتمام هنلاقيها مادة سهلة بالنسبة للمواد التانية اللي في الصف الثالث الفندقي النهاردة مادة الامن بتبدأ يا حبيبي بمنظومة الامن منظومة الامن بتقسم لنا الامن من منظورين منظور جغرافي ومنظور موضوعين يبقى انا عندي تقسيمات الامن من منظورين منظور الاول المنظور الجغرافي يعني ايه الكلام ده يعني انا بقسم الامن من المنظور الجغرافي لثلاث اقسام القسم الاول الامن الدولي الامن الدولي القسم الثاني الامن الاقليمي القسم الثالث الامن القومي وهنتكلم عن كل قسم على حدة اولا المنظور الجغرافي زي ما احنا قلنا انه تلات اقسام القسم الاول الامن الدولي يعني ايه الامن الدولي هو توفير الامن والامان لمعظم الدول جاية من الاسم اسمه الامن الدولي جاية من اسمه ان انا بوفر الامن والامان لجميع الدول وليست دولة واحدة على حدة يبقى الأمن الدولي هو توفير الأمن والأمان لجميع الدول ولجميع الشعوب أما القسم الثاني الأمن الإقليمي بمعنى إيه الإقليمي؟ إن أنا عندي تكتلات من الدول تربطها مصالح مشترقة تربطها علاقات مشترقة تربطها أي روابط فبنعمل الأمن الإقليمي إنه يوفر الأمن والأمان لهذه التكتلات بمعنى أنا عندي زي دول الخليج العربي زي دول الكومن ويلز زي دول الاتحات الأوروبي وهكذا دي يطلق عليها الدول الأمن الأقليمي لأنها تكتلات يبقى أنا عندي الفرق ما بين الأمن الدولي والأمن الأقليمي أن الدولي يشمل الدول كلها لكن الأقليمي بيشمل مجموعة من الدول تربطها علاقات علشان كده سميناه إقليمي أما ثالث نوع وهو الأمن القومي وهو الأمن الذي يهتم بدولة بعينها زي مثلا أنا عندي في مصر الأمن اللي في مصر يبقى بيهتم بالأمن وتوفير الأمن والأمان لدولة بعينها دولة زي مصر يبقى أنا عندي من المنظور الجغرافي ثلاث أقسام بسهولة جدا أمن دولي أمن إقليمي أمن قومي أمن دولي توفير الأمن والأمان لجميع شعوب هذه الدول لجميع الدول أما الأمن الإقليمي هو توفير الأمن والأمان لمجموعة معينة من الدول تربطها علاقات مشترقة تسمى تكتلات علشان كده اسمه أمن إقليمي وأخيرا الأمن القومي وهو توفير الأمن والأمان لدولة بعينها لدولة بعنى. اما المنظور الموضوعي بينقسم الامن عندي لنوعين وشقين. الشق الاول الامن الخاص والشق الثاني الامن العام. الامن العام ينقسم الى امن اقتصادي امن سياسي امن اجتماعي. يبقى منتفش. نقول ان الامن من المنظور الموضوعي لشقين. شق امن عام وامن خاص. الامن العام يشمل 3 انواع. امن سياسي امن اقتصادي امن اجتماعي. يعني ايه امن سياسي؟ يعني انا بوفر الامن والامان للهيئات الحاكمة في البلد. للوزارات لاجهزة الدولة اجهزة الحكم. مش معقولة عندي الوزارات هتشتغل من غير تأمين. مش معقولة عندي الهيئات السياسية هتشتغل من غير تأمين. لازم امن لهذه الوزارات والهيئات الامان علشان تشتغل بكفاءة عالية. انا اول حاجة عندي في الامن العام هو الامن السياسي. اما الامن الاقتصادي هو توفير الامن والامان لعناصر الانتاج. انا عندي مؤسسات ضخمة في البلد. عندي شركات كبيرة. مش معقولة هتشتغل من غير توفير الامن والامان. لازم هذه العناصر المهمة اللي في البلد اللي بتقوم عليها عجلة التنمية. لازم اوفر لها الامان اللي يتح لها انها تشتغل بكفاءة عالية. ان انا اسهل لها التوردات. اسهل لها كل ما يخص الانتاج. يبقى عناصر الانتاج لازم يتوفر له الامن والامان. يبقى دوة الامن الاقتصاد. ثالثا الامن الاجتماعي. الامن الاجتماعي ويطلق عليه الامن الجنائي. لانه بيؤمن حياة الافراد. بيؤمن حياة الافراد. والمجتمعات من اي اعتداءات خارجية. من اي هجومات من اي حرقات ارهابية. يبقى تاني الامن من المنظور الموضوعي ينقسم الى شقين. امن عام وامن خاص. الامن العام ليه تلات محاور. او تلات اقسام. الامن السياسي. الامن الاجتماعي. والامن الاقتصاد. بعد كده ندخل على الجزئية الامن الخاص. وهو اربع عناصر. امن الافراد. امن المكان. امن المعلومة. وامن النشاطات. يعني ايه امن الافراد؟ ان انا بوفر الامن والامان للافراد. مش معقول الناس هتعيش من غير توفير امن. مش معقول الناس هتعيش وهي حاسة ان اي اعتداءات ممكن تتهجم عليها. اي حاجة تقلق الراحة بتاعتها. اي حاجة ما تخلقاش تعيش فيه امن كافي. مش هتقدر طبعا الافراد تعيش بصورة جيدة. فلازم اوفر لكل الافراد الامن والامان. وهذا يقع على عطق الايه؟ الحكومات. بعد كده امن المكان. هل انا لو اعدى في مكان. او بشتغل في مكان. او ايا كان. مش هينفع ان انا اعود في المكان ده من غير. ما حس ان انا بيتوفر لي اقل صبل الراحة والامان. على شان اعرف اعود فيه هذا المكان. بعد كده امن المعلومة. المعلومة تنقسم الى تلات اقسام. امن المعلومة ينقسم الى تلات اقسام. وهي معلومة مسموعة معلومة مرئية معلومة مقروعة. وطبعا ايا كان نوع المعلومة لازم يحيط بالمعلومات عنصر الامان. علشان اقدر طبعا اتكلم وايه؟ استوعب هذه المعلومة بكل امان وبكل راحة. وما اقدرش ان انا يعني مثلا لو انا صحفية ما اقدرش اكتب اي معلومات الا لما حس انه في جو مليء بالامن والامان. واخيرا امن النشاطات. انا مثلا بشتغل مدرسة. فلازم احس ان انا النشاط اللي انا بشتغل فيه. او المدرسة اللي انا بشتغل فيها. بيحيط بيها كل وسائل الراحة. والامان لو مفيش امان. مش هقدر اقدي عملي. العامل في المصمع مش هيقدر يقدي عملي. التاجر في التجارة بتاعتهم مش هيقدر يقدي عملي. فكل إنسان في النشاط اللي يتبعه. لازم يحس بأنه محيط بكل وسائل الأمن والأمن. الأمن بكل بساطة بينقسم إلى منظورين. تقسيمات الأمن. لأن دي موضوع سؤال في امتحان. فهتحس أن السؤال دوت مليون في المائة أنه هيجي. تقسيمات الأمن دي لازم نهتمي بيها. تقسيمات الأمن بتيجي دايما في الامتحان إن شاء الله. وهي بكل بساطة تقسيم من منظور الجغرافي وتقسيم من المنظور الموضوعي. المنظور الجغرافي بينقسم إلى ثلاث أقسام. قلنا منظور الجغرافي بينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الأمن الدولي. القسم الثاني الأمن الإقليمي. والقسم الثالث الأمن القومي. بعد كده من المنظور الموضوعي. المنظور الموضوعي قلنا بينقسم إلى نوعين. أمن عام وأمن خاص. الأمن العام بينقسم إلى ثلاث أقسام. أمن سياسي. أمن اقتصادي. أمن اجتماعي أو جنائي. يطلق عليه جنائي. وأخيرا الأمن الخاص. وهو ينقسم إلى أربع أقسام. أمن الأفراد. أمن المعلومة. أمن النشاط. وأمن المكان. ننتقل بعد كده إلى جزئية أخرى. وهو تعريف النظام الأمني. تعريف النظام الأمني بكل بساطة. أنا ممكن أخلي الأمن الدولي دايرة جبيرة. الأمن الإقليمي دايرة أصغر. الأمن القومي دايرة أقل. لأن الدوائر ستفهمنا النظام الأمني. كل نظام يتصل ويؤثر ويتأثر بالنظام الآخر. لا معقولة مصر. لو فيها أمن وأمان والدول الأخرى المحيطة بها لا يوجد أي عنصر من الأمان. سنشعر بالأمان. لا. طبعا. كل نظام أمني مهما كان صغير أو كبير بيؤثر أو يتأثر بالأنظمة الأخرى. عندي داخل الفندق. داخل إدارات الفندق. مش معقول طبعا. هأمن إدارة وهسيب إدارة. هأمن الإشراف وهسيب المطعم. هأمن الرسيبشن وهسيب المطبخ. مش معقول. يبقى كل نظام أمني بيؤثر وبيتأثر بالنظام الذي يليه. عندي الأمن الدولي بيؤثر في الأمن الإقليمي. عندي الأمن الإقليمي بيؤثر في الأمن القومي. يبقى النظام الأمني هو كل القواعد المنظمة لهذا الأمن. هو كل القواعد المنظمة. وهو هيفسر لنا بعد كده نظرية الحلقات المتداخلة. نظرية الحلقات المتداخلة. يعني إيه يعني أننا لو هرسم دايرة كبيرة زي ما قلت هطلق عليها الأمن الدولي دايرة الأقل الأمن الأقليمي الدايرة الأقل منها وهو الأمن القومي دا هيفهمك النظرية اللي أنا بقول عليها وهي نظرية الحلقات المتداخلة أو نظرية الدوامة إن كل نظام أمني بيؤثر وبيتأثر بالنظام التالي له يبقى تاني النظام الأمني هو كل القواعد المنظمة للعمل الأمني هو كل القواعد المنظمة للعمل الأمني يعني أنا عايز أأمن مدرستي هأمنها إزاي إن أنا مثلا هجيب الجيش يأمن المدرسة هجيب كاميرات تأمن المدرسة هجيب أي عناصر تأمن للمدرسة ذلك يطلق على النظام الأمني هو جميع القواعد المنظمة للعمل الأمني ونظرية الحلقات المتداخلة بتفسر لي تأثير وتأثر كل نظام بالنظام الآخر الذي يليه الجزئية الأخرى وهي طبعا عندي جزئية مهمة جدا وهي تأثير الإضاءة السليمة على العمل هل من المعقول أن أي عامل هيشتغل من غير أي نسبة إضاءة لا طبعا يحصل كوارث ويحصل مخاطر جدا يتعرض لها العامل سواء العامل في المصمع سواء العامل في الفندق سواء العامل في أي مكان لازم يتوافر نسبة معقولة من الإضاءة النسبة دي هي اللي هتيتيح للعامل أنه يشتغل ويثبت جدرته في العمل لو ما فيش نسبة من الإضاءة أولا العين هتتأثر العامل هيصيب بإجهات في العين وبإجهات في الدورة الدموية لأن أي جزء من الجسم بيتأثر بيؤثر في الأجزاء الأخرى والدورة الدموية بالأخص يبقى أنا لازم أوفر نسبة معقولة من الإضاءة في مكان العمل عندي كل أقسام الفندق لازم يكون متوفر فيها نسبة معقولة من الإضاءة نسبة كويسة من الإضاءة عندي المطبخ لو العامل مش عارف ما فيش متوفر له إضاءة مش هيشتغل وطبعا مكان حساس زي المطبخ فيه تقطيع فيه الكلام ده يأكله يعني مش هيعرف يقطع الأكل ولا يثبت جدرته في العمل فلازم أن أنا أوفر الإضاءة المناسبة للعمل يعني إيه فوائد ومزايا الإضاءة الكافية أنا عندي الإضاءة ليها فوائد كتير جدا بتكلم عن الإضاءة لأن عنصر مهم جدا بيؤثر على العامل في العمل إيه فوائد الإضاءة؟ الإضاءة بتعمل على أن رجال الأمن والحراسة يعرفوا يشتغلوا أنا عندي تأمين كافي على الفندق من رجال أمن ومن أجهزة أمن مثل الكاميرات والبوابات وكل اللي أخدناه في الأمن السنة اللي فاتت بس إحنا لازم نوفر الإضاءة عشان رجال الأمن يعرفوا يشتغلوا طب هيعرفوا يشتغلوا في الظل الظلام؟ لا طبعا لازم الإضاءة الكافية عشان يعرفوا مين المتردد على المنشأة مين اللي داخل وخارج من المنشأة سواء منشأة سياحية سواء منشأة فندقية فلازم الإضاءة الكافية ومن أهم مميزتها أن رجال الأمن والحراسة بيشتغلوا كويس إن بيقدروا يتحققوا من الشخصيات المترددة على الفندق بيشوفوا مين المتردد دائما ومين الغريب عن المكان عشان يعرفوا يقدوا الشغل على أتم واجه بعد كده بيتحققوا من أي حرقة مريبة ممكن طبعا الأسوار يحصل فيها تسلل من الأشخاص الغير مرغوب فيهم ففي ظل الإضاءة المناسبة رجان الحراسة والأمن هيعرفوا يقدوا الشغل على أتم واجه بعد كده هيقول لي أن من فوايد الإضاءة كمان سلامة العاملين من الحوادث اللي أنا لسه متكلم عنهم سواء كان العامل في المصنع هل لو ما فيش إضاءة هيؤدي الشغل مش هيؤدي طبعا هيعرض نفسه للمخاطر هيعرض نفسه للجروح هيعرض نفسه لأي مخاطر في العمل لأن ما فيش إضاءة مناسبة يقدر من خلالها يشتغل بكفاءة عالية وطبعا إحنا قلنا أن الإضاءة ليها تأثير على العين ولو العين اتأثرت هتجهد وهيصيب أيضا الجسم كله والدورة الدموية بالتعب والإجاد الجزء اللي بعد كده بيتكلم عن أنواع الإضاءة هل الإضاءة نوع واحد؟ لأ طبعا إحنا هنجد أن الإضاءة ثلاث أنواع هنقول أولا الإضاءة المستمرة ثانيا الإضاءة المؤقتة ثالثا الإضاءة المتحركة بمعنى إيه الإضاءة المستمرة؟ دي المصابيح اللي بتشتغل في الظلام ويتتوقف في أسماء النهار دي الإضاءة المستمرة أما الإضاءة المؤقتة وهي بتشتغل في الطوارئ بتشتغل في حالات الطوارئ والإضاءة المتحركة دي زي المولدات اللي بتتحرك من مكان لآخر زي الإضاءة بتاعة الأفراح المناسبات اللي بتتحرك من قاعة لقاعة وهكذا يبقى لو جنف الامتحان وقال لنا ما هي أنواع الإضاءة هنلاقي أنه سؤال سهلي جدا وهو ينقسم إلى ثلاث أقسام الإضاءة المستمرة وهي مستمرة طوال فترة الظلام مثل المصابيح ثانيا الإضاءة المؤقتة وهي بتعمل في حالة الطوارئ في حالة الطوارئ ثالثا الإضاءة المتحركة وهي مثل المولدات ومثل البطاريات التي بتتحرك من مكان إلى آخر ومثل الكهارب والإضاءة والزينة بتاعة الأفراح زي ما احنا عارفين بعد كده هنشوف ما هي العوامل التي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الإنسان أنا عندي لازم جسم الإنسان يكون في درجة حرارة مناسبة وإلا مش هيؤدي العمل المكلف به على أتم واجه في عوامل كتيرة بتجعل جسم الإنسان درجة حرارته مرتفعة من هذه العوامل أولا النشاط العضلي لو الإنسان عندي بيقوم بأعمال عضلية تستلزم المجهود العضلي هنجد أن درجة حرارته عالية جدا درجة الحرارة بتتأثر بالمجهود العضلي في نسبة وتناسب لو أنا بعمل أي عمل لا يستلزم المجهود العضلي بجد أن درجة حرارتش عالية مناسبة إنما لو أنا مثلا شغالة في المطبخ بعمل الوجبات في المطبخ بشتغل في الإشراف الداخلي بعمل مجهود طبعا في الإشراف على الغرف ونظافة الغرف هجد أن في نسبة كبيرة متناسبة ما بين درجة حرارة الجسم والمجهود العضلي ثانيا استنشاق هواء درجة حرارته عالية لو أنا موجودة في مكان درجة الحرارة بتاعته مرتفعة هل هتبقى درجة حرارتي كويسة؟ لا طبعا الجو الخارجي المحيط بيت درجة الحرارة عالية هتتأثر درجة حرارتي طبعا وهتبقى طبعا للهواء اللي أنا بستنشقه ثالثا التعرض للإشعاعات الحرارية والشويات دي الخاصة بعمال المطابخ في الفنادق طبعا بيشتغلوا طول الوقت قدام التجازات والأفران والشويات والقليات فنجد أن الناس دي بتبقى درجة حرارتهم عالية جدا درجة الحرارة عندهم عالية جدا بعد كده الرطوبة وحركة الهواء طبعا في نسبة وتناسب ما بين الجو المليء بالرطوبة وبين جسم الإنسان هنجد أن الرطوبة لو عالية جسم الإنسان هيبقى مبلل بالعرق عنده لزوجة متدايق مش قادر يؤدي العمل على أتم وجه يبقى أنا عندي عوامل بتؤثر في درجة الحرارة عوامل بتؤثر في زيادة درجة الحرارة وهما النشاط العضلي اتنين استنشاق هواء درجة حراراته عالية تلاتة التعرض للإشعاعات والدرجة الحرارة المرتفعة من الأليات والشويات والبتجازات رابعا الرطوبة وحركة الهواء ننتقل للجزء اللي بعد كده وهو إن أنا إزاي أحافظ على جسمي أو على الجو بتاع العمل بارد يعني مكان العمل إزاي أحافظ عليه دائما إنه يكون في نسبة من درجة الحرارة المعقولة عشان أقدر أشتغل بكفاءة أولا طبعا أنا عندي نوعين من التهوية نوعين من التهوية التهوية الطبيعية والتهوية الصناعية أو الميكانيكية التهوية الطبيعية إن أنا أول ما بدخل مكان العمل بفتح النوافذ بفتح الأبواب بدخل الهواء النقي عشان يتم استنشوق الهواء النقي المليء بالعناصر المفيدة وإن أنا أدخل مكان العمل الهواء المتجدد أما التهوية الصناعية طبعا عارفينها إننا بنشغل المبردات الهواء بنشغل تكيفات الهواء بنشغل المراوح وكل الأشياء دي يبقى أنا عندي التهوية نوعين التهوية طبيعية الهواء النقي وتهوية صناعية أو ميكانيكية وهي الهواء الصادر من المراوح الهواء الصادر من التكييف الهواء الصادر من المباردات الهوائيا ثانياً، لازم طبعاً المكان لازم يتفتح على طول هيبقى متهوي وهيبقى الهواء فيه داخل وخارج وهيبقى المكان كله مليء بالهواء النقي ثالثاً، الأسقف عالية لازم أعمل مكان العمل بحيث أن الأسقف تبقى عالية ليه الأسقف عالية عشان يتم تسريب درجة الحرارة المرتفعة الأسقف اللي بتبقى أقل ارتفاعا بتعمل على الاحتفاظ بدرجات الحرارة يبقى أن أعمل تصميم مكان العمل بحيث أن الأسقف تكون عالية الأسقف عالية بتساعد على تسريب درجة الحرارة العالية الجزئة اللي بعد كده أننا الأرضيات ما عملاش من النوعية اللي بتحتفظ بدرجة الحرارة إن أنا أخليها مثلا من نوع السجاجيد من النوع المكتات دلوقتي طبعا الكلام ده تختفى شوية أنا بقيت أعمل الأرضيات اللي ما بتحتفظ درجات الحرارة يعني أتجنب النوعية اللي بتحتفظ من درجات الحرارة العالية وأخيرا الألوان الفاتحة للحوائط الألوان الفاتحة للحوائط بتعمل على انبعاث درجات الحرارة المناسبة ما بتحتفظ الحوائط اللي باللون الفاتح بالحرارة ولذلك ان احنا بنجد كل الفنادق او كل الاماكن بتتميز بان الوان الحوائط عندها باللون الفاتح الذي لا يمتص درجات الحرارة يبقى تاني لو انا عايزة مكان العمل عندي يكون محتفظ بدرجة حرارة معقولة او يكون بارد هعمل على ان انا اهوي المكان دائما وقلنا ان فيه تهوية طبيعية وتهوية صناعية تهوية طبيعية دخول الهواء النقي الى مكان العمل والتهوية الصناعية ان انا خلاص دخلت الهواء النقي فاعمل على تجديد بقى الهواء بالطريقة الثانية الصناعية وهي المباردات والمكيفات وهكذا ثانيا فتح المكان دائما ثالثا جعل الاسقف عالية لان الاسقف العالية قلنا ما بتعملش على الاحتفاظ بدرجات الحرارة العالية وطبعا الحوائط تكون من النوع الالوان اللي هي فاتحة علشان الالوان الفاتحة بتعمل على عدم الامتصاص لدرجات الحرارة وايضا الارضيات بتكون من النوع اللي ما يحتفظ بدرجات الحرارة ننتقل الجزئلة بعد كده وهي خاصة بالجسم العامل ازاي جسم العامل احافظ على انه ما يحتفظ بدرجات الحرارة العالية اولا طبعا ان انا اخلي العامل ما يتحركش كتير لو شغله مش محتاج حرارات كتير انه يعني يبعد عن الحرارات السريعة يبعد عن الملابس ايضا الضيقة يعني ما يحاولش انه يلبس ملابس ضيقة في ظل الجو غير مناسب يعني تبقى درجة الحرارة عالية والعامل لابس ملابس ضيقة فكده طبعا مش هيقدر يؤدي العمل على قتم وجه لازم يحافظ على انه يتجنب اي حركة سريعة مدام ما بتخدمش الشغل بتاعه يكون حركته هادية تكون ملابسه واسعة فتفاضة بنسبة معقولة عشان ما تلتصقش على جسمه وطبعا فيه الصيف بتبقى درجة الحرارة مش معقولة طبعا وبنتجنب الملابس الضيقة ثانيا الابتعادة عن اشعة الشمس المباشرة انا طبعا بعمل على اني اكون بعيدة عن اشعة الشمس طبعا لان درجة الحرارة بتاعت جسمي لو ارتفعت اكتر من كده جسمي هيحس بالخمول وبالتعب وبالارهاق ومش هقدي عملي على التام واجه زي ما قلنا وبعد كده بيقولك حاولة التواجد في اماكن جيدة التهوية طبعا التهوية مهمة جدا لسه ايلنها وعندنا نوعين واتجنب الاماكن المغلقة لازم بصفة مستمرة اجدد الهواء داخل الغرف يعني ما دخلش مكان مغلق لازم بقدر الامكان ادخل المكان اللي بشتغل فيه اهوي جدا اخليه درجة حرارته معقولة ما خليهوش مغلق او ما فوش اي نوع من انواع التهوية بعد كده هندخل على تعريف الضوضاء والضوضاء دي مشكلة كبيرة جدا بيتعرض لها العامل اثناء عمله اولا هنشوف تعريفها ايه هو تعريفها هو خليط غير متجانس من الاصوات هل الضوضاء دي بتقدر تفرز الصوت من صوت اخر لا طبعا ده هو بيبقى دوشة حوالين الازن بتبقى خليط من الاصوات مش عارف مصدرها سواء كانت الات سواء كانت اصوات بشرية او غير بشرية او الات او اي شيء اخر يبقى هو تعريفه بسيط جدا تعريف الضوضاء بسيط جدا هو خليط غير متجانس من الاصوات وتوجد بدرجات متفاوتة وتوجد بدرجات متفاوتة طب الضوضاء دي هل لها اضرار طبعا اضرارها كبيرة جدا اضرارها كبيرة انها بتصيب العامل بالصمم الجزئي او الكل يعني ايه الصمم الجزئي بتصيب الازن عند العامل بالصمم الصمم انه ما يقدرش يستحمل الاصوات وما يقدرش يسمع هتسبب له في بعد كده في العامل اللي بعد كده يعني ممكن الصمم الكل فالاستمرار في الجو مليء من الاصوات والضوضاء بيعرض العامل لكوارث في الازن عنده بيعرضه الى الصمم الجزئي او الكل بس اثار الضوضاء اثار كتير ممكن نتعرف عليها انها لا تؤثر على السمع فقط انها بتؤثر على دورة دموية زي ما اتفعنا اي جزء من جسم الانسان يتأثر دورة دموية بتتأثر هي الاخرة لان جسم الانسان مرتبط بعضه مينفعش ان انا ابقى عندي حاجة بتأزى منها في الازن حاجة بتأزى منها في جسمي والدورة دموية هتشتغل بصورة طبيعية لا طبعا يبقى طبعا لان الازن عندي هتبقى مضضررة هتتضرر له الدورة الدموية هي الاخرة ثانيا يحدث إجهاد للجسم يحدث ضوخة يحدث عدم اتزان لو أنا فضلت أعرض العامل للضوضاء المستمرة الأذن بس مش تتعرض للأزة زي ما قلت بس لا ده هيتعرض أن الجسمه هيبقى غير متزن عنده ضوخة عنده إحساس بأنه مش قادر يشتغل في هذا الجو المليء من الضوضاء ثالثا تقل القدرة السماعية قلنا القدرة السماعية أولا هيبقى صمم جزئي ثانيا صمم كلي فأنا لازم أحل مشكلة الضوضاء بالنسبة للعامل عشان معرضش حياته للخطر أو الأذن عنده تتعرض للخطر زي ما اتفعل وطبعا أخيرا أن العامل بيحس بالضيق وبيحس بالعصبية أنا قلت أن الأذن بس مش هتتأثر ده جسم الإنسان كله هيتأثر فهيحس العامل أنه مش متزن أنه متعصب أنه مش قادر يؤدي أي نوع من أنواع الأعمال اللي ملقاه على عطق يبقى الضوضاء بصورة بسيطة جدا هي خليط من الأصوات ولكن بتوجد بدرجات متفاوتة والأصوات دي متنوعة أنا ما بقدرش أفرز الأصوات من بعضها ممكن تكون أصوات صادرة من أصوات بشرية أو أصوات غير بشرية أو أصوات آلات أو أصوات معدات وهكذا يبقى الضوضاء خليط غير متجانس من الأصوات ولا يؤثر على الأذن فقط الضوضاء بتؤثر بصورة مباشرة على جسم الإنسان ككل على جسم الإنسان ككل والعامل ما بيتأثرش بأذنه بس ده بيتأثر بأنه غير متزن قدرته على السمع بتقل وهكذا الجزء اللي بعد كده إن أنا إزاي أقل عامل من الضوضاء إيه مكهودات دي في العمل علشان أعمل على إن العامل يبعد شوية بشوية عن الضوضاء أو تأثير الضوضاء يكون مخفف على العامل أولا إن أنا أعمل صيانة للآلات الصادر منها الضوضاء صيانة مستمرة أنا أحاول إن أنا أعملها صيانة عشان ممكن يكون الصادر عن الآلة يكون نابع من إن جزء منه تالف فبيظهر عنه أصوات عالية فلازم أعمل لها صيانة مستمرة صيانة مستمرة للآلات الصادر منها الصوت العلي وأستخدم المواد الممتصة للضوضاء في الأسقف وفي أخضية الآلات عندي الأسقف يوجد أسقف منتصة للضوضاء منتصة للأصوات العالية يعني أنا عندي أجزاء بعملها في الأسقف أو أن أنا بغطيها بمادة بتعمل على انتصاص الصوت بتعمل على انتصاص الضوضاء وطبعا لازم أعمل كشف دوري للعامل أنا قبل ما شغل العامل عندي بعمله طبعا كشف طبي بعد ما بيشتغل كل 3 شهور كل 6 شهور بعمله كشف دوري عشان طبعا أشوف هل تأثر من جو العمل هل تأثر أي حاجة عنده مثلا الأذن العين زي ما اتفقنا يعني لازم أعمله كشف دوري بصورة دورية كل 3 شهور كل 6 شهور كل سنة وهكذا علشان أتمن على أن العامل لا يتأثر بجو العمل أنه في أي حاجة متأثرة في جسم العامل بعد كده أن أنا أواعي العاملين أواعي العاملين وأخليهم يغطوا الرأس عندهم بالأغطية المناسبة اللي تمنع الأصوات العالية أنها تؤثر على قدرة السماعية عندهم يبقى أنا لازم أنبه على العاملين أنهم يحذروا وأنهم يلبسوا أغطية للرأس علشان تكون واقية ليهم من الأصوات العالية من الآلات وأخيرا أن أنا ببدل العمال من مكان لأخر إزاي؟ طبعا أنا عندي لو المصمع في جزء منه آلاته أصوات عالية طبعا حرام أن أنا أخلي العامل أو مجموعة العمال اللي في المكان دول مستمرين في هذا المكان بعمل على أن أبدل العمال كل فترة وكل فترة من فترة إلى أخرى أن أنا أبدل العمال اللي موجودين في مكان الضوضاء إلى أماكن أخرى حتى يتم أنهم مثلا ما يحصل لهمش تأثير كبير من هذه الضوضاء أنهم ما يحصل لهمش تأثير على القدرة السماعية أن أنا بحافظ على العمال بقدر الإمكان يبقى أنا لو جلنا في الامتحان وقال لنا كيف يتم الوقاية من الضوضاء هنقول إيه؟ أولا صيانة الآلات صيانة الآلات لأن الجزء دي مهمة جدا لأن ساعة الآلات اللي بيصدر عنها ضوضاء بيكون أصوات عالية بتكون فيها أجزاء تالفة فلازم بصفة مستمرة أعمل على صيانة الآلات لأن بيصدر عنها ضوضاء عالية والتاني حاجة أن أنا بستخدم مواد ممتصة للضوضاء وقالنا فيه أسقف مغطاة بمواد بتعمل على امتصاص الأصوات يعني بتعمل على يعني بتحل جزء كبير جدا من مشكلة الضوضاء وأن أنا كمان الآلات التي تصدر عنها الأصوات العالية ممكن أعمل على تغطية أن أنا أغطيها أن أنا أغطيها بمادة تمتص الصوت نوعا ما ثالثا أن أنا بعمل كشف دوري للعامل بعمل كشف دوري للعامل عشان أطمن على صحته العامة هل تأثرت بجو العمل لو تأثرت لو تأثرت بحاول أن أنا يعني أتابع حالة العامل أنقله من مكان إلى آخر زي ما اتفقنا علشان أعمل على أنه يبعد شوية بشوية عن مكان اللي صادر عنه الضوضاء ويريح الأذن عنده القدرة السماعية ترجع لطبيعته وطبعا أخالي العامل على طول بيستخدم أغطية للرأس أغطية للرأس الخوزات اسمها الخوزات اللي هي بتركبها في الرأس وبتعمل على تغطية الأذن يعني بقدر الإمكان علشان أبعد عن المصادر الصادر منها الأصوات يبقى احنا اتفقنا أن احنا كده أخدنا الضوضاء وتأثيرها وأن الضوضاء تاني خليط غير متجانس من الأصوات سواء كانت أصوات صادرة من عناصر بشرية أو آلات أو أشياء أخرى وتوجد بضراجات متفاوتة وتوجد بضراجات متفاوتة وقلت أنها لها تأثير مش بس على القدرة السماعية دي لها تأثير على جسم العامل ككل على إجهاد الدورة الدموية ككل يعني مش الأذن بس اللي بتتضرر ولكن جسم العامل كله بيتأثر وبيعمل على إجهاده وإحسازه بالدوخة وأنه مش قادر يعمل أي شيء أو أي أجزاء من العمل الملقى على عاطقه ننتقل للجزء اللي بعد كده وهي الاحتياطات الواجبة في مكان العمل أنا عندي مكان العمل إيه الشروط اللي لازم أوفرها في مكان العمل عندي أولا تخصيص مساحة كافية لتحرك العمل مش معقول طبعا عندي مثلا المصنع أو المطبخ هخلي المطبخ كله أجهزة وما خليش مكان أو مساحة لتحرك العمل ما ينفعش طبعا مش هينفع دي مش من الشروط الواجب توفرها في مكان العمل لازم مساحة مناسبة لتحرك العملين عشان يقدوا الأعمال اللي مكلفين بيها مش هيبقى مثلا المطبخ كله أجهزة مش هتبقى المخسلة كلها غسلات ومجففات وجندرة وكل الكلام ده لازم أوفر مساحة مناسبة أتحرك فيها أنا كعامل أقدر أتحرك فيها وأشتغل كويس ثانيا مكان العمل لازم يكون متناسب مع عدد العمال مكان العمل لازم يكون متناسب مع عدد العمال يعني المساحة تكون فيها نسبة وتناسب عندي مثلا ميت عامل في المصنع فلازم المساحة المتوفرة عندي لازم تقدر تستوعب الآلات والعدد دوت من العمال فلازم يكون فيه نسبة وتناسب بين مكان العمل وعدد العمال ثالثا عندي مكان العمل لازم يكون قولنا الأرضيات مهمة جدا جزء مهم جدا من مكان العمل الأرضيات هل لو عملتها من النوع المنزلق اللي ممكن مازلا العامل يتزحلق يقع هل ديها تبقى مناسبة للعمل لا طبعا لازم أبعد كل البعد عن الأرضيات المنزلقة يعني أعمل الأرضيات المناسبة لتحرك العاملين داخل مكان العمل الحوائط تكلمنا عن الحوائط قبل كده أننا بحافظ على أن تكون باللون الفاتح لازم تكون باللون الفاتح علشان حتى تكون لمسة جمالية لمسة جمالية وأنها تكون ممتصة لدرجة الحرارة أنا قلت اللون الفاتح بيعمل على طرد درجة الحرارة العالية ويقع أوفر الإضاءة والتهوية المناسبين وقلنا أن فوائد الإضاءة عديدة الإضاءة دي مهمة جدا عشان يعني تعمل على امتهاء المخاطر أو تقليل المخاطر بالنسبة للعمال أنا لو ما عندي إضاءة زي ما قلنا مش هقدر أنفذ العمل أعرض حياة العمال للخطر مش هيقدروا ينفذوا العمل كويس كمان الإضاءة في الفنادق عندنا والمطاعم بتطفي لمسة جمالية فنلازم أحافظ على الجزئية دي الإضاءة مهمة جدا في المجال السياحي هو اعتمادنا كله على الإضاءة المناسبة للعمل عندنا لأنها بتطفي لمسة جمالية للمكان عندي الفندق أو مكان اللي أنا بشتغل فيه يبقى نقول تاني الجزئية دي مهمة نقول الاحتياطات الواجبة في مكان العمل أننا عندي لازم تبقى فيه نسبة وتناسب بين المكان وعدد العمال لازم يكون فيه تناسب ما بين المكان عندي ما ينفعش أننا يبقى المكان صغير وعدد العمال كبير ما ينفعش يكون المكان صغير ومليء بالآلات بس لازم يكون فيه نسبة فيه مساحة لتحرك العمال من مكان لآخر لتنفيذ الأعمال اللي يقوم بيها ثانيا أن يكون مكان العمل متناسب وعدد العمال الأرضيات من النوع الغير منزلق لازم الأرضيات أحافظ على كونها ثابتة لا تعمل على نزلق العمال تعرضهم للخطر وتعرضهم للمخاطر والحوادث وهكذا رابعا الحوائط لازم تكون بالألوان الفاتحة وتكلمنا أن الألوان الفاتحة بتعمل على طرد درجة الحرارة وعدم امتصاص درجة الحرارة العالية وأخيرا الأضاءة والتهوية المناسبة وتكلمنا أن الأضاءة فوائدها عديدة وبطوط في لمسة جمالية وإن التهوية نوعين تهوية طبيعية والتهوية الصنعية تهوية طبيعية أن أنا بفتح النوافذ بدخل الهواء النقي إلى مكان العمل والتهوية الصنعية أو الميكانيكية وهي مثل التكييف المبرد المروحة وهكذا يبقى أنا عندي الجزء دوت سهل جدا ولازم نهتمي به بعد كده عندي جزء عن التكنولوجيا كلنا عارفين أن التكنولوجيا في بيئة العمل ضرورية وحتمية يعني إيه ضرورية وحتمية؟ أنا عندي لازم أطور من بيئة العمل عندي ما ينفعش أننا المصانع اللي دلوقتي مثلي خمسين سنة قبل كده الفنادق اللي عندي مثلي خمسين سنة قبل كده لازم التطور التطور صنة الحياة لازم أعمل على تطويع بيئة العمل عندي بالتكنولوجيا المحيطة بياً لازم يكون فيه نسبة وتناسب ما بين التكنولوجيا اللي حوالي وبين شغلي أنا هل متناسب مع البيئة الخارجية ولا لا؟ كل الناس بتشتغل بالكمبيوتر وبالنت وبكل الكلام ده وانا طبعا وقفة لا ما ينفعش لازم اطوع بيئة العمل عندي بالبيئة الخارجية اللي مليئة دلوقتي بالتكنولوجيا اولا التطوير في تصميم الالات واستحداث اخرى متطورة ادت الى السرعة في العمل هي دي من اكتر ميزة بتتميز بها التكنولوجيا انها بتعمل على السرعة في الاداء السرعة في العمل اللي بنفزه في ساعة ممكن انفزه في اقل من كده بسبب التكنولوجيا العالية يبقى التكنولوجيا لها فوائد عديدة وعلى رأسها العمل في سرعة واتمام الاعمال في سرعة عن الاخرى يعني انا لو بشتغل في ظل التكنولوجيا مزي الناس اللي بتشتغل من غير اي نوع من انواع التكنولوجيا الكمبيوتر والنت وكل الكلام ده ادى الى السرعة في الاداء ادى الى السرعة في انجاز المهمات عندي الفنادق كلها بتشتغل بنظام الحاسبات وبنظام النت وبنظام التكنولوجيا العالية قبل كده من سنين ما كانتش بتشتغل بالنظام دوت فكانت بتؤدي الاعمال بقدر الامكان بس مش بالسرعة المناسبة اللي احنا مطلوب مننا دلوقتي ثانيا يوجد الكثير اللي يجب اعمله قبل ان تصبح الالات والمعادات مصممة على النحو الملائم اللي كي يستعملها الافراد لازم اخلي طبعا فترة تدريب للافراد انهم يشتغلوا على الالات لازم طبعا قبل ما دخل نظام مستحدث الى المكان لازم اعمل فترة تدريب كافية للافراد هل هدخل ليهم نظام جديد وهما ما عندهمش اي فكرة او اي معلومة عن هذا النظام لا طبعا ده انا لو عندي في المطبخ دخلت افران حديثة بتعمل بنظام حديث لازم اجيب العمال واجيب الطباخين واجيب الطهاء وقولهم النظام دوت بيشتغل ازاي والنظام دوت بيوفر لي قد ايه في الوقت قد ايه في الغاز قد ايه في القهربة وانبه عليهم انهم يشتغلوا بالنظام المتبع في هذه الالات ثالثا التكنولوجيا تتجاوز قدرات الافراد على التكيف من الناحيتين الجسمانية والزينية طبعا فيه كثير من الافراد مش بيبقوا ملائمين لهذه القدرات فيه بعض الافراد بيتأقلموا وفيه بعض الافراد الاخرين بيبقى عندهم مجهود ذهني وجسماني فبحاول اوفق ما بين الافراد اللي بيقدروا يستوعبوا هذه التكنولوجيا واعمل على تدربهم واعمل على انهم يتموا وينجزوا هذه المهمات على هذه الالات ففيه بعض الافراد التانين ممكن ما يقدروا يستوعبوا التكنولوجيا العالية دي فممكن اسمد اليهم اعمال اخرى يبقى انا لازم انقل افراد وأشوف الناس اللي استوعبت التكنولوجيا العالية دي وأشغالها على هذه الآلات وفي بعض الأفراد ما بيقدروش بيبقى مجهود عليهم مجهود ذهني كبير مجهود جثماني وهكذا يبقى أنا لازم أعمل فترة تدريب كافية عشان أشوف مين من الأفراد قدروا يستوعبوا وممكن أسند إليهم هذه الأعمال النقطة اللي بعد كده كثير من الأفراد يعانون من الألم في أسفل الظهر والمفاصل والعضلات ومشاكل في الإبصار وقرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب يبقى في بعض الآلات مش هيقدر قلنا أن الأفراد كلهم يستعملوا هذه الآلات في بعض الأفراد ممكن يكون عندهم ألم في الظهر ألم في قرحة المعدة ألم في الإبصار ألم 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 فبس تبعد هذه الأفراد من استخدام الآلات العالية في التكنولوجيا اللي أنا هستحدث الآلات دات يعني أنا هنقي الأفراد هشوف الأفراد اللي قدرت أدربهم تدريب كويس ويشتغلوا في هذه الآلات بس مع أن التكنولوجيا بتعمل على السرعة في الأداء بس ليها مساوئ ليها مساوئ بتعمل على الإضرار ببعض من الأفراد يعني ممكن السلبيات تكون برضك زي الإيجابيات لهذه الآلات يعني أنا عندي الآلات دي زي مليها إيجابيات لها سلبيات خمسة تباين مقتورة الأفراد الجسمانية على التعامل مع هذه الآلات والمعدات زي ما اتفقنا مش كل الأفراد ليهم نفس المقدرة مش كل الأفراد هيقدروا يستوعبوا هذا التطور في الآلات يبقى أنا عندي يعني إيه بيئة العمل أجعلها مناسبة مع التكنولوجيا أولا التطوير في تصميم الآلات واستحداث أخرى متطورة قدت إلى السرعة في العمل ما ننساش إن الإيجابيات بتاعة الآلات دي قدت على إنجاز الأعمال في السرعة في الدقة يعني التكنولوجيا ليها إيجابيات لازم نكون كلنا مدركين إن ليها إيجابيات كويسة اتنين يوجد الكثير يجب أعمله قبل أن تصبح الآلات والمعدات مصممة على النحو الذي يكون مناسب للأفراد لازم طبعا إن أنا أدرب الأفراد أدربهم تدريب كافي عشان يقدروا يستوعبوا ويقدروا يتعاملوا مع هذه الآلات الجديدة تلاتة التكنولوجيا تتجاوز قدرات الأفراد على التكيف من الناحيتين الجزمينية والزهنية معا قلت إن في بعض الناس بيبقى التكنولوجيا عبق عليهم يبقى أنا لازم أدرب بعض من الأفراد وأشوف مين اللي قادر على التكيف وقدر أسند إليه هذه الأعمال الحديثة أربع كثير من الأفراد يعانون من الألم في أصفل الزهر والمفاصل والعضلات ومشاكل في الإبصار وقرحة المعدة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب يبقى الأفراد دي مش هتقدر طبعا تتجاوب معايا في هذه التكنولوجيا العالية فلازم طبعا هذه الأفراد بتعمل بقى في أماكن أخرى يعني أماكن بعيدة كل البعد عن هذه الألات المتطورة خمسة تباين مقدرة الأفراد الجزمينية على التعامل مع الألات والمعدات طبعا أنا قلت فترة التدريب هتبين لي إن أنا مين اللي هقدر أسند إليه الأعمال اللي على قدر كبير من التكنولوجيا والأفراد التانين اللي ممكن يستعملوا الألات العادية أو الأعمال اليدوية وما شابه ذلك يبقى أنا عندي اتكلمت عن تطوير بيئة العمل اللي جعلها مناسبة للتكنولوجيا ننتقل لبعد كده ما هي أسباب الحوادث بمكان العمل أنا عندي لازم أقي العامل كل الوقاية من أي سبب يعرض العامل للخطر قلت واتكلمت عن التهوية لازم تكون مناسبة يبقى لازم الإضاءة والتهوية اتنين مقترنين ببعض الإضاءة والتهوية وقلت تاني إن الإضاءة دي لازم تكون مناسبة علشان ما تضرش العينه فقط بتضر الدورة الدموية بتضر الجسم بتعمل على حوادث يعني أنا لو عندي العامل في المطعم بيشتغل وما فيش إضاءة هل هيينفذ الطلبات هل هيينفذ الأردارات المطلوبة منه مش هيقدر يبقى الإضاءة عندي لازم تكون متوفرة بنسبة معقولة في مكان العمل وقلت كمان إنها بتطفي لمسة جمالية عندي في مكان العمل التهوية قلنا جزئين تهوية طبيعية وتهوية صنوعية ولازم أول مبدأ عملي أنا أدخل التهوية المناسبة لمكان العمل تهوية المناسبة في مكان العمل أنا بهوي بدخل الهواء النقي بعد كده بشغل مبردات الهواء يعني لازم أولا أدخل التهوية الطبيعية الهواء النقي من خلال النوافذ وطبعا كل أو أي مبنى من مباني الفندق لازم يكون فيه نسبة متنسبة من النوافذ يعني طبعا لازم كل مباني الفندق تكون فيها نوافذ تدخلي الهواء والتخلي التهوية الطبيعية اتنين ضعف البناء وعدم قياس حجم المبنى للعمل قلنا لازم أن حجم المبنى لازم يكون متناسب مع عدد العاملين زي ما اتفقنا لو عندي المصمع لازم يكون فيه مساحة لتحرك العاملين مساحة لوجود الآلات لوجود عدد معين من العمال ماينفعش مساحة صغيرة وأشغل مجموعة من العاملين مجموعة كبيرة مش هيبقى فيه كده نسبة وتناسب ومش هيتم إنجاز العمل بطريقة جيدة تلاتة عدم استواء الأرض أو تلوصها بأي مواد يعني أنا عندي ممكن حياة العامل تتعرض للخطر في المخسلة مثلا عندي لو تم نسكاب أي مواد كيميائية على الأرض يبقى أنا عندي لازم أعمل على وقاية الأرضيات من أي مواد تضر بالعامل لازم طبعا في المصنع برضو لازم الأرضيات تكون مستوية علشان طبعا ما يحصلش إجهاد للعامل أو ممكن يتعرقل ينزلق يحصل مشكلة للعامل فلازم الأرضيات دي تكون مستوية بقدر الإمكان لازم تكون من النوع قلنا الغير منزلق إنها ما ينسكبش على الأرضيات أي مواد كيميائية أو دهنية في المطبخ أي مواد دهنية ممكن تعمل على نزلق العاملين فكل دي حاجات لازم أعمل على وقاية منها علشان ما أسببش حوادث في مكان العمل رابعا تكدس المعدات وعدم ترتبها أنا عندي المكان لازم يكون مرتب عندي لازم الأجهزة تكون مرتبة بصورة أقدر إن أنا أشتغل على الآلة مش معقول أعمل الآلات بمكان والعمال ما يقدرواش يدخلوا هذا المكان ويشتغلوا على الآلات لازم تكون بصورة مناسبة لوجود العمال على الآلات يبقى لازم عدم تكدسها نسبة وتناسب معقولة ما بين مساحة العمل مكان العمل ونسبة عدد العمال عندي الموجودين داخل المكان يبقى أسباب الحوادث تاني أولا إضاءة الإضاءة أو التهوية غير كافية دي بتعمل على حوادث كتيرة جدا لو حصرة لها اتنين ضعف البناء وعدم قياز حجم المبنى للعمل يعني عندي المبنى مش متناسب أبدا مع عدد العاملين داخله تلاتة عدم استواء الأرض أو تلوثها بأي مواد ما ينفعش أننا عندي تكون الأرضيات من النوع المنزلق ما ينفعش يكون الأرضيات من النوع المنساكب عليه أي مواد وما بنهتمش بأننا نزيل هذه المواد ما ينفعش طبعا لازم أعمل على أن الأرضيات تكون نظيفة بقدر الإمكان دائما وأبدا أربعة تكدسوا المعدات وعدم ترتبها أننا عندي المعدات مش مرتبة بالترتيب اللائق للعمال مش قادرين يشتغلوا مش عارفين يشتغلوا ننتقل للجزئة اللي بعد كده وهي آثار الوقوف على العامل لمدة طويلة لو أنا عندي العمال شغلهم يحتم عليهم زي رجال الأمن شغلهم يحتم عليهم أنهم يقفوا طبعا الوقوف بصورة مستمرة ده خطر جدا لازم طبعا أعمل على تحريك القدمين ليه أحرق القدمين؟ عشان طبعا أعيد للدورة الدموية أنها تمشي في المصرة والمجرى المناسب ليه طبعا لازم العامل ما يقفش بصورة مستمرة لازم يحرق الأقدام ولازم يكون عنده دراية بالنقطة دي أنه لازم يحرق الأقدام ما يبقاش واقف 24 ساعة واقف بس مش بيحرق رجليه طبعا مش هيقدر يستحمل طبعا كده القلب هي تأثر دورة الدموية هتتأثر فلازم ناخد بالنا من النقطة المهمة دي اتنين القلب لا تتوفر فيه كمية كافية من الدم فيشور العامل بالتعب أنا لو فضلت وقفة الـ 24 ساعة مش هينفع لسه ايلا أن الدم مش هيمشي في المجرى المناسب لي القلب هيتأثر وهكذا يبقى أنا لو شغلي بيحطم علي أن أنا أقف ساعات طويلة في العمل لازم أعمل على تمرينات للأقدام لازم أمرنها لازم أحاول أن أنا أمشي شوية أقف شوية هو هلتزم بشغلي طبعا بس لازم أحرق الأقدام عشان حرقة الأقدام بتعمل على صريان الدم في المجرى المناسب له الجزئية اللي بعد كده تلافي سلبيات الوقوف يعني إيه تلافي سلبيات الوقوف واحد دجنب إنحناء الظهر وعدم الإنحناء فيجب أن أنا أشد عضلات الصقين والظهر والكتفين ثانيا عدم ارتداء الملابس الضيقة ثالثا ارتفاع العمل بشكل يمكن أداءه دون الإنحناء يبقى أنا عندي لازم أن أنا ما بقاش وقفة أو منحنية بطريقة تضر الأقدام الجزئية ديت هنتوقف عندها النهاردة لأننا عايزة أحب أن أنا أنوح عن أننا أخدنا إيه إحنا النهاردة أخدنا الأمن المهني بالمنظور الموضوعي والمنظور الجغرافي وكان المنظور الجغرافي ثلاث أقسام والمنظور الموضوعي قسمين المنظور الجغرافي أنه أمن دولي وأمن إقليمي وأمن قومي والمنظور العام كان المنظور الموضوعي كان عام وخاص العام كان ثلاث أقسام سياسي واقتصادي واجتماعي والخاص كان أربع أقسام الأفراد والمنشأة والأفراد والنشاط والمكان والمعلومة وأخذنا كمان النظام الأمني وأخذنا كمان نظرية الدوامة وأخذنا طبعا الإضاءة والضوضاء وكيف أننا أقق العامل من الحوادث في مكان العمل وأننا الدوضاء دي تعرفها كان خليط من الأصوات الغير متجنسة من الآلات أو الأصوات البشرية أو غير بشرية وأنها بتوجد بدرجات متفاودة في مكان العمل وأخذت النهاردة كمان فايدة الإضاءة وأنواع الإضاءة مستمرة ومتحركة ومؤقتة وأخذت أن العامل لو لازم يقف فلازم اتباع النوق يبقى مش واقف بصورة مستمرة لازم يكون محرك للصاقين عشان الصاقين بتعمل على إرجاع الدورة الدموية إلى القلب والقلب ما يشعرش بالتعب أو الإجهاد فالنهاردة كنا بنتكلم عن منظومة الأمن وكان تقسيمات الأمن وكانت النظام الأمني وكان نظرية الدوامة وكان أثر الدوضاء والتهوية في مكان العمل وكيف أحافظ على مكان العمل كانت نقطة مهمة كيف أحافظ على مكان العمل باردا أننا طبعا بهويه وقلنا أن التهوية طبيعية وصنوعية وأننا لازم في شروط واجب توفرها في مكان العمل أن يكون في نسبة وتناسب ما بين مكان العمل وعدد العاملين إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية هنكمل بقية منظومة الأمن بالتوفيق والنجاح لكل أبنائي وابناتي من التعليم الفندقي الصف الثالث الفندقي إلى اللقاء